اشتركوا في القناة اليوم الأحد اطلقوا عملية التطعيم باستخدام لقاح فايزر وفق رئيس الجنال العلمية للقيح بوزنة الصحة وتركيز مخبر عسكري وتنقل حليل الجرثمية لأحد بسليانة في التفاق من الوضع البائي بهذه الجهة التفاصيل اشتركوا في القناة هذا هو اوضح مدير مشروع تحدي واحد انيس يوسف الموجود حاليا في كازاخستان ان ويكاة الفضاء الروسية ريوس كوسموس قررت مبدئيا تأجيل اطلاق مركبة الفضائية يوسف اثنين التي تقل القمر الصناعي التونسي ضد القمر الصناعي الأخرى من عدة الدول إلى يوم غد الاثنين نظرا إلى تواصل هبوب الرياح القوية ببيناكور الكازاخية وكذلك لأساب فنية يتم اليوم الأحد تركيز المخر العسكري والتنقل للتحاليل الجرثمية بسليانة في التفاق من الوضع الوبئي في مدينة سليانة ومعتمدية الكريب وذلك بإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد وفق بلاغا أثرت وزارة الدفاع الوطنية وسيتم تركيز هذا المخر بهدف القيام 200 تحليل يوميا لتقصي الحالات المشتبهية إصابتها بفيروس كورونا إلى حين تثرت نهائيا على هذا الوباء وفي بلاغها اليومي حول الوباء في تونس أعلنت وزارة الصحن العدد الجملي الوفية المعلنية عنها جراء كوفيد-19 في بلادنا ارتفع إلى حدود أمس أولا إلى 8526 حالة وفاة بعد تسجيل 20 حالة وفاة جراءت الوزارة أيضا بتحليل 13 من 629 حالة إصابة جديدة بهذا الوباء من جهة أخر أعلن مدير المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض الغفوسة أن بعض الأعادة الجانبية العادية لتلقيح سبوتنك ظهرت على واحد ومين شخصا تلقوا هذا التلقيح وأكد مدير المركز الوطني للليقظة الدوائية أن الأثار الجانبية التي ظهرت على 81 شخصا تلقوا جرعة من سبوتنك لم يفت ارتباطها نسبة مئة مئة بتلقي تلقيح مضيفا أنها أعراض عادية يمكن تسجيلها عقب تلقي أي نوعا من التلقيح برقية الأمراض الأخرى كما ينتظر أن ينطلق استعمال تلقيح فيزر بداية من اليوم الأحد أو غادنا الثاني في بلادنا من جهاتها أفادت مستشارة وزير الصحة إيناس عياد أنه بعد استكمال عملية تلقيح لفايدة ميهنية قطاع الصحة في أغضون الأسبوع المقبل ستنطلق بداية من الأول من أفريل عمليات تلقيح حدد فيروس كورونا لفايدة كبار السن من المسجلين في مناسة فاكس نحو مليونين وابعمائة ألف وفايدة كورونا حول البعض الإصابات من عتبتية 123 مليون أشر المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي إلى ظهور بوادر تعرف أو بوادر عافن اقتصادي عالمي لأنه حذر من استمراء وجود مغترة كبيرة عنه ظهور رسولة جديدة من باقي كورونا في ليبيل تمارسد وقيم مرتزقة فانجيرا الروس ببناء استيرنتو ببناء مدينة استيرت والجفرة وفايدة وكما نقلت وكالة أمال النظول عن مصادر عسكرية مع طبيرة عارضا ونقضا لاتقال لجنة العسكرية 5 زائد 5 دخل قرابة ثلث الفرنسيين عزا عام لاحتوى انتشار كورونا في حين قد بريطانيا نصف البالغين فيها لقوعة أولى لقاحة المضادية للوباء أعلنت لجنة الانتخابات المكزية الفلسطينية بدء استقبال طلبية الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع اجراء في 22 من ماي المقبل في أول انخابات تشريعية منذ 15 عاما غدر سفير روسيا لدى الوري المتحدة الأمريكية أمس وواشنطن متواجها إلى مكولة تشاوري مع حكومة بلاده بإشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جبايدن في حق ذيره روسي فلادير بوتين وضرب ززل بقواتنا تفوق صدرجات علامة سيريشتر سواحي إلى شمال شرقية البان وتسبب في موجة مد عالي بارتفاع متر في نفس المنطقة التي دمرها زلزال الصنامي قبل نحو عشر سنوات نهاية هذا المعضة الإخبارية المفصل قدمناه لحضراتكم من الإثارات دعا الوظهر في أبرز ما جاء فيها تأجيل وإطلاق قامرة الصناعة التونسية تحدي وحد شلانجا مبدئيا إلى صباح يوم الغدى الاثنين اليوم الأحد انتلاقوا عملية التطعيم باستهدام لقاح فايزر وفق رئيس اللجنة العلمية للتقيح بوزارة الصحة وتركيز مخبر مسكري متنهل التحاليل الجرثومية اليوم الأحد بولاة سيرينا في ذلك تقوم الوضع الوائي بهذه الشهة نهاية نرى أخرجها لحضراتكم إذاعيا هيثم والناس وتلفزيا مريم النعم أجمل تحل حياة مكرم الهددش المشورة تواصل بعد قليل مع نيس الحرزي في موسمير ترجمة نانسي قنقر